هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الأول من محاضرة الانترولاترال أبدامنالوول محاضرة كبيرة قمنا بتجزئتها إلى عدة فيديوهات بناء على طلبكم في هذا الفيديو سنقوم بأخذ نظرة عامة عن الانترولاترال أبدامنالوول سنقوم بعمل overview للانترولاترال أبدامنالوول ولكن أولا لنتعرف على عنوان هذه المحاضرة الكبيرة التي هي بعنوان The Intralateral Abdominal Wall وأيضا نتعرف على الآي العز لهذه المحاضرة هذه المحاضرة ستكون عن الاناتومي of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون from the beginning وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الأبدامن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات الاناتومي of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل الانترولاترال أبدامنالوول لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على الهول ستوري of the intralateral abdominal wall تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال-ILOs أو ال-Intended Learning Objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على ال-overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل general description لـ layers of the intralateral abdominal wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال-intralateral abdominal wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the intralateral abdominal wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the intralateral abdominal wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على ال-rectus sheath وال-linealpa وال-embilical ring وأيضا سيكون لدينا الفنكشنز and actions of the intralateral abdominal wall muscles والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن ال-neurovascular structures of the intralateral abdominal wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل-intralateral abdominal wall وأخيرا سيكون لدينا summary لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال-ILOs لمحاضرة ال-intralateral abdominal wall بالكامل هذا الفيديو سيمثل ال-ILO الأول لهذه المحاضرة محاضرة ال-intralateral abdominal wall في هذا الفيديو سنقوم بأخذ نظرة عامة عن ال-intralateral abdominal wall هذه النظرة العامة ستساعد في عمل تصور في أدمغتنا عن ال-intralateral abdominal wall وبالتالي ستسهل الحفظ وتسهل فهم تشريح الجسم البشري تحديدا منطقة الأبديمن وذلك لكي يتم صناء الجراح جيد منك في المحاضرة السابقة تعرفنا على معلومة مهمة وهي أن ال-abdominal wall consists partly of bone but mainly of muscles ماذا يعني ذلك؟ يعني أن ال-abdominal wall أو جدار البطن يتكون بشكل أساسي من أضلات والعظام تشكل جزء بسيط من ال-abdominal wall كما نلاحظ الصور على اليمين هي عبارة عن صورة لجزء من الهيكل العظمي البشري يتضح لدينا الثراسيك كيج أو القفص الصدري وأيضا يتضح لدينا ال-spinal column العمود الفقري وال-belfic girdle أو الحوض وهذه في اللون البنفسجي هي أجزاء العظام التي ستساهم في تكوين ال-abdominal wall أما على اليمين فهي عبارة عن صورة توضح العظلات التي ستساهم في تكوين ال-abdominal wall إذا يتضح من الصورتين أن المصص هي المكون الأساسي ل-abdominal wall وكما قلت أن هذه المعلومة ليست بالجديدة ولكن يجب علينا أن نستذكر هذه المعلومة لأن العنوان الأساسي لهذه المحاضرة هو ال-entralateral abdominal wall سنتعرف فيه على كل طوقات ال-entralateral abdominal wall وبما فيها المصص لذا يجب أن نضع في أذهاننا أن ال-abdominal wall بشكل عام يتكون بشكل أساسي من muscles الآن على ما أعتقد يتبادر في أذهانكم السؤال مهم وهو كم عدد ال-abdominal walls التي نملكها؟ كم عدد جدران البطن؟ ماذا يعني ذلك؟ ببساطة يعني أن لدي abdominal wall واحد فقط وهذا ال-abdominal wall متصل من الأمام ومن الجوانب ومن الخلف ولكن لأننا نقوم بدراسة التشريح الأنتومي والأنتومي descriptive science هو عبارة عن علم وصفي يهتم بوصف أدق التفاصل وذلك لوضع في أذهاننا تصور جيد جداً عن تشريح الجسم البشري الذي سنحتاج له في حياتنا العملية وبشكل خاص حينما نكون surgeons لذا لأغراض وصفية قام التشريح بتقسيم ال-abdominal wall بشكل عام إلى four parts لديه anterior abdominal wall ولديه lateral abdominal walls على ال-right وعلى left ولديه أيضاً posterior abdominal wall ولكن مع ذلك حينما نستخدم لفظة abdominal wall فنقصد بها جميع هذه ال-walls لذلك صح التابير فإن ال-right وال-left lateral walls وال-anterior وال-posterior walls هي عبارة عن أجزاء ال-abdominal wall بشكل عام ولكن يجب علينا أن نتذكر أن لدينا الثراسيك دايفرام من الممكن أن نقول بأن الثراسيك دايفرام يشكل السوبرير abdominal wall ولكي نضع في أذهاننا تصور جيد عن ال-abdominal wall وال-abdominal cavity لنأخذ هذا الكوب ونهمل وجود هذه القطعة تماماً لذا سأقوم بقلبها بهذه الطريقة ولنتخيل أن ال-abdominal wall وال-abdominal cavity هي عبارة عن هذا الكوب ولكن مقلوب فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال-diaphragm سيكون ال-diaphragm أو الثراسيك دايفرام في هذا الجزء فسيمثل السوبرير abdominal wall أما ما تبقى من الكوب فهو عبارة عن ال-abdominal wall وإلى الداخل ال-abdominal cavity ومن الأسفل ليس هناك inferior abdominal wall يقوم بإغلاق ال-abdominal cavity فال-abdominal cavity مفتوح إلى ال-pelvic cavity ومثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن ال-abdominal wall الذي نتحدث عنه الآن وأيضا مثل ما نلاحظ ليس هناك فاصل حقيقي ما بين أجزاء ال-abdominal wall ولكن علينا أن نضع فاصل تخيلي وذلك لكي نستطيع أن نقوم بدراسة ال-abdominal wall لأغراض وصفية سنقوم بتقسيم ال-abdominal wall إلى عدة أجزاء فلا أستطيع أن أقوم بتدسية هذا ال-wall للكوب ولكن سأتخيل أن لدي anterior و-lateral وإيضا هنا right lateral وهنا left lateral ولدي posterior هذا هو عبارة عن ال-posterior wall of this cup لذا من المهم أن تضعوا في أذهانكم هذا التصور عن ال-abdominal wall وال-abdominal cavity لذا لفظة abdominal wall هي لفظة عامة لل-anterior وال-lateral وال-posterior و-for-descriptive purposes قمنا باستخدام ال-anterior وال-posterior وال-lateral walls نستخدم مصطلح walls for-descriptive purposes ولكن في الحقيقة هو عبارة عن wall واحد فقط مثلاً نلاحظ هذه الصورة توضح الفكرة بالكامل هنا لدي anterior abdominal wall أو anterior part of abdominal wall وهنا لدي lateral abdominal wall هذا هو عبارة عن left وهنا ال-right وهذا هو عبارة عن ال-posterior abdominal wall ولفظة abdominal wall تطلق على هذه الأزاء جميعها The wall is muscular of a neurotic except for the posterior wall which includes the-lumper region of the vertebral column ماذا يعني ذلك؟ هذه المعلومة التي أردت بالجديدة هي عبارة عن المعلومة الأولى التي ذكرتها في هذا الفيديو عن ال-abdominal wall ولكن حينما نستخدم مصطلح muscular apneurotic فذلك يعني أن ال-abdominal wall مكون بشكل أساسي من muscles و apneurosis أما ال-abeneurosis هو عبارة عن muscle attachment أي هو عبارة عن جزء من المصل بشكل فعلي وسنتعرف على هذا الشيء بشكل تفصل إن شاء الله خلال هذه المحاضرة ولكن علينا أن نضع في أذهاننا أن ال-abdominal wall لا يتكون فقط من muscles ولكن يتكون من lumbar vertebrae بالإضافة إلى المسلز وأيضا مثلما نلاحظ هذه الصورة توضح المعلومة بشكل جيد فهذا هو عبارة عن ال-apneurosis وهذه عبارة عن المسلز ولكن من الخلف لدي بالإضافة إلى المسلز وال-apneurosis لدي اللumbar vertebrae هذا يعني أن ليس هناك فاصل فعلي حتى حينما نريد أن نستخدم هذه الفواصل ولكن في الحقيقة ليس هناك فاصل محدد نستطيع أن نعتمد عليه لذا قمنا باستخدام مصطلح ال-intro-lateral abdominal wall كبديل لل-anterior وال-lateral لذا فأن ال-intro-lateral abdominal wall هو عبارة عن anterior abdominal wall plus the lateral walls ومثلما نلاحظ هذه الصورة توضح هذا هو عبارة عن anterior abdominal wall وهذا هو عبارة عن lateral abdominal wall هنا على left وهنا على ال-right وهذا بالكامل مثل ما تلاحظون هو عبارة عن ال-intro-lateral abdominal wall هو عبارة عن ال-anterior abdominal wall plus the lateral walls وذلك بسبب أن ليس هناك فاصل تماما ما بين ال-anterior وال-lateral walls ولهذا السبب في هذه المحاضرة سنتعرف على ال-intro-lateral abdominal wall بالكامل دفعة واحدة في محاضرة واحدة فلن نقوم بعمل محاضرة عن ال-anterior abdominal wall ومحاضرة عن ال-lateral abdominal walls أما الآن فسنتعرف على ال-boundaries of the intro-lateral abdominal wall وهذه المعلومة ليست بالجديدة ولكن يجب علينا أن نضعها في أذهاننا أو نستذكرها لأننا سنحتاج لها بعد قليل مثل ما نلاحظ the intro-lateral abdominal wall is bounded superiorly by the carteles of the 7th to 10th ribs and the sephoid process of the sternum ماذا يعني ذلك؟ البoundaries لل-intro-lateral abdominal wall من الأعلى هي عبارة عن sephoid process والcostal margins أما inferiorly أو من الأسفل the inguinal ligament and the superior margins of the intro-lateral aspects of the pelvic girdle من الأسفل فإن البoundaries لل-intro-lateral abdominal wall هي عبارة عن inguinal ligament بالإضافة إلى ال-intro-lateral aspect of the pelvic girdle وهذه ال-intro-lateral aspect of the pelvic girdle هي عبارة عن iliac crests والpubic crests والpubic symphysis مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن sephoid process of the sternum وهذا هو عبارة عن 7th وال8th وال9th وال10th costal cartelids وهذه الكارتلات الأربعة لهذه الأربعة الضاء ستمثل ال-costal margin هذه على ال-right وهذه على ال-left لذا فإن السوبرير بوردر لل-intro-lateral abdominal wall هي عبارة عن ال-right وال-left coastal margins وال-sephoid process of the sternum أما من الأسفل فسيكون لدي ال-intro-lateral ligament سنرى بعد قليل الصورة عن ال-intro-lateral ligament ولكن أيضا بالإضافة إلى ال-intro-lateral ligament فلدي ال-intro-lateral aspect of the pelvic girdle وهي عبارة عن iliac crests أيضا لدي واحدة على ال-right وواحدة على ال-left وأيضا لدي ال-pubic crests بالثمان نلاحظ أيضا لدي واحدة على ال-left وواحدة على ال-right وأخيرا لدي ال-pubic symphysis هذه الثلاث قطع أو الثلاث أجزاء من ال- pelvic girdle بالإضافة إلى ال- inginal ligament ستمثل ال- inferior border of the intro-lateral abdominal wall مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح الموضوع بشكل جيد فهذه السوبرير بوردر وهذه ال- inferior border لل- intro-lateral abdominal wall أما هنا مثل ما نلاحظ فهذه الصورة توضح هذه الزيفويت بروسس وهذه ال-costal margin على ال-right وهذا هو عبارة عن ال- inginal ligament الذي يمثل جزء من ال- inferior border of the intro-lateral abdominal wall وهذا ال- inginal ligament يرتبط بال- anterior superior x- spine وفي ال- pubic tubercle وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون بعنوان general description of the intro-lateral abdominal wall layers أي سنقوم بالتعرف على layers of the intro-lateral abdominal wall نقوم بأخذ نظرة عامة عن layers of the intro-lateral abdominal wall إن شاء الله في الفيديو القادم لذا نلتقي في الفيديو القادم موسيقى 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 موسيقى